الناس بتبقى عاوزة تشتري تلفون بölف وخمسمائة جنيه بس تحديدا مش ادرة او مش عاوزة تزود عند الف وخمسمائة جنيه جنيه واحد. طيب تفتكر انت لما تشتري تلفون بالف وخمسمائة جنيه. اللي ممكن تاخده? هتاخد اداء حلو؟ معالج حلو؟ هتاخد كاميرات حلوة؟ هتاخد تصميم ممتاز او شاشة كبيرة تفتكر ان ممكن الباكيج اللي تاخده بالف وخمسمائة جنيه. ده الى هنقرفه النهاردة في فيديو بتاعنا في بنا نبدأ المرجعة متاعات. من الموبايل موجود فيه مربع موجود في الكاميرا الخلفية ونهاية الظاهر موجود اللوغو بتاع واوي. الموبايل ده وزنه مية خمسة وابعون جرام وفيه منه تلات الوان لون الازرق واللون الاسود واللون الاخرى. تصميم الموبايل البلاستيكي عادي جدا في الفاقة السعرية دي. تصميم الموبايل عاد وتقليد وما فيش فيه اي جديد. بس مربع الكاميرا الخلفية ما يدي شياكة وجمال للموبايل. والصراحة التصميم دي حلوة جدا على الفئة السعرية دي اللي فيها الموبايل. وانا بحب جدا التصميم الهادي زي كده. وطبعا الحاجات دي ازواء. بس وجهة نظري افضل تصميم في الفئة السعرية دي. دي راح بعد كده صاحب للشاشة. شاشة الموبايل بتيجي بخمسة ونص بوصة. بدقة من نوع اي بي اس. للاسف كان نفس اقول لك شاشة كاملة بس الشاشة التقليدية القديمة. شاشة بالحواف السفلية والحواف العلوية. ما فيش فيها اي جديد. الشاشة القديمة اللي ما ينفعش نشوفها في عشرين عشرين. دقة الشاشة الالوان والسطوع ممتاز جدا جدا على ان الشاشة الحواف بتاعت الشاشة طبعا موجود الحفة السفلية والحفة العلوية. شمي الشاشة زي مولترك تقليد وقديم وبناش نشوفها خالص حالين. كان نتمنى نشوف الشاشة بالنوتش دروبوتر كمان حجم الشاشة صغير نسبيا. ولكن ده موبايل بألف وخمسمة جنيه. يعني برضو ما اندقاش قوي لان اللي بيشتري الموبايل ده يكون عاوز موبايل سانوي جنب الموبايل رئيسي بتاعه او حد كبير في السن او حد بيشتغل كتير فمش فرقة معه النقط او الحاجات الزي كده. بعد كده صاحب الاداء المعالج الموجود هنا ميديا تيك بي اتنين وعشرين مع واجهة باور اصدار العاشر واندرويد اتنين وتلاتين جيجا زاكرة دخلية وتلاتة جيجا واتنين جيجا رام مش تلاتة جيجا رام. اتنين وتلاتين جيجا زاكرة دخلية. واتنين جيجا رام. وموبايل هشغلك بس على الاعداد لجرافيك. الموبايل في التناقل بين التطبيقات التصفح افل اوباء للعابة جديدة. حلو. بس الموبايل ده مش بتاع العاب تقيلة خالص. خلي بالك لو اهتمامك العاب يبقى فكك من الفئة السعرية دي خالص واطلع للفئة الاعلى من كده. لان الموبايل ده هيقدى عمله بكل كفاءة بس كافيس برامج سوشيال ميديا مكالمات اي حاجة تانية. هيكون معاك ممتاز وما فيش فيه اي مشكلة. لكن العابة التقيلة مش حلوة خالص. والموبايل ده او المعالج ده في الفئة السعرية دي حلو. مش هتلاقي معالج الفئة السعرية دي اعلى منه. الفئة السعرية دي بنلاقي او معالجات زي كده او معادل ذلك. فحلوة جدا او معالج ده في الفئة السعرية دي. مش بصمة خالفية في الموبايل مفيش فس اي عمل امن خالص. المنافسين اول موقع بتبقى الفئة السعرية ديت ما بيبقاش فيها بصمة خالفية فس الوك خالص. نتمنى بقى من الشركات الفترة جاي بازن الله تقدم لنا في الفئة السعرية دي بصمة خالفية وفس الوك. وسيبنا بقى من عمل الامان ويلا نشوف الصوتيات اللي هنا والسماعة الخارجية صوتها عالة وواضح ونقب حلو جدا صراحة على ان الموبايل بالف وخمسمون جنيه والسماعة بتاعت المكالمات برضو صوتها منحترم جدا وواضح وكزلك قبل السماعات بتاعت الازن صوتها عالة وواضح ما فيش فيهم اي مشكلة. وسيبنا بقى من الصوتيات ويلا بينا نشوف بطارية الموبايل اللي بتيجي بتلات تلاف ميلا امبير. هتكفيك حوالي ستة ساعات سكرون اون شاشة مفتوحة. وهتشحنها في ساعتين ونص او تلات ساعات بالشاحن الخمسة وقت الجاي مع الموبايل. اكيد آآ البطارية مش افضل حاجة. كنت من نشوف بطارية اربعة تلاف ميلا امبير. ونشوف شاحن اسرع من كده. لكن لازال موبايل في اقتصادية بحف. فمش هي فرقة كتير. خلفية موجودة في ظهر موبايل تمانية ميجا بيكسل وكاميرا امامية خمسة ميجا بيكسل بص. في الفئة السعرية دي مستحيل تاخد كاميرا هتدي لك تفاصيل قوية واداء محترم ولا اي حاجة. لان ده طبعا انت بتاخد فئة السعرية ديت موبايل كاميراته مقبولة تمشي بيها الحال ليس الا. وده الكاميرا الخلفية هنا في النهار تفاصيل مقبولة والون مقبولة. ولازم لما تصور بالليل تكون متواجد في مكان في مصدر اضاءة عشان تاخد صور عينك تحب تشوفها. وده الكاميرا السلفة في النهار تفاصيل والوان يعني تمام ما فيش فيها اي مشكلة. وبرضة لو هتصور بها بالليل لازم تكون متواجد في مكان في مصدر اضاءة عشان تاخد صور كويسة. كمجمل ما نفعش اقول لك ان دي افضل كاميرا هو لا اسوأ كاميرا بالسعر ده. علشان بالسعر ده هتلاقي كاميرات تمشي بيها الحال زي ما قلت لك. مفيش موبايلات بتركز على الكاميرات السعرية دي. ان الموبايلات اللي بالسعر ده بيكون تركيزها الاساسي على مكلمات برامج سوشيال والحاجات كده وكاميرا كده تمشي بيها الحال زي ما قلت لك. سعر الموبايل الف وخمسمائة جنيه للنسخ الوحيدة الموجودة منه اتنين وتلاتين جيجا ذاكرة داخلية مع تلاتة جيجا رام مع اتنين جيجا رام اسف. وطبعا ما فيش خدمات جوجل بس موجودة خدمات واوي في بداية لما تقريب ليه. هتلاعلم كل التطبيقات اللي انت عاوزها فيه اي حاجة تلاقيها موجودة. يوتيوب فانس بديله يوتيوب العادي هو هو ما فيش خالص في ايميل بديل الجيميل من فهتفتح الجيميل بتاعك على الايميل بتاع الواوي برضه فيش اي مشكلة يعني ما تعتبرش ازمة او تعتبر مشكلة هتاخد الموبايل وتشبه حتى خالص مش قابلك في اي مشكلة. اي شخص في خمس حاجات عجبوني فيه. اول حاجة تصميم بتاعه ممتاز جدا. تاني حاجة الشبكات بتاعتها قوية برضه ممتازة. تلات حاجة سماعات صوتها محترم جدا جدا. رابع حاجة المعالج اداء هنا مقبول. ثمس حاجة الالوان بتاعت الشاشة والسطوع ممتازين جدا. وفي حاجتين معجبوني يشوفوا بفايف بيه. اول حاجة البطارية حجمها قليل جدا. تاني حاجة الشكل الشاشة او تصميم الشاشة الى حد ما قديم نسبية. لكن صاحبك همجمل الموبايل بيقدم لك متكامل بسعره. اداء حلو بقد عمل بكفاءة. شاشة مقبولة لحد ما. كاميرات خلفية تقدر تستعملها وقت ما تحب. يعني الموبايل لحد ما مش اصر معك. لكن صاحبك همجمل الموبايل بقدم لك متكامل بسعره. هتعمل بيه كل اللي انت عايزه مش اصر معك في اي حاجة. واعتبر ان ده افضل موبايل في الفئة السعرية بتاعته. وصلنا بقى لنهاية الفيديو. اكيد مش خسرة في لايك. وانزلوا وشتركوا في القناة وفعل زي الجرس عشان تشوفكم اللي جديد انا بنزله. تابعنا على فيسبوك الاستجرام اتلاع رابطة كلها موجودة في صلاة الصحة الفيديو. كالعادة. كان معكم سيدة ابو زادة وشوفكم في فيديو جديد بازن الله.